السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وصول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعده فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة السابقون النهاردة الحلقة لكم أربعة يعني النهاردة احنا بقينا أربعة رمضان أسأل الله عز وجل أن يجبعنا وياكم على الخير دائما بالله عليك انت عارف طبعا أن في كل ليلة لله عز وجل عطقاء من نار جهنم اتعتأت رأبتك أول ليلة قل لي الله أعلم ما هو الله أعلم بس عملت حاجة جاهدت والذين جاهدوا فينا لأنه ديناهم سبلان اللي احنا كلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت جاهدت بالعبادة بالطاعة بالذكر بالاستغفار بإكرام اليتامة بتقبيل إيد الوالدة والوالد بالإحسان إلى الأرامل عملت إيه في الترويح صليت ولا ما صليتش ختمت كرآن ولا لسه أنا عايزك تختم كرآن على الأقل في رمضان ده عشر مرات يعني كل ثلاثة أيام مرة تقول لي بس صعب أو يعني كل ثلاثة أيام مرة لا مش كوني صعب ولا حاجة وقسمها تقسمها هو لك عليها حلو قبل قبل كل فريضة إقرأ جزء ثلاثة ساعة وبعد كل فريضة إقرأ جزء يبقى إقرأت جزءين مع خمس فروض يبقى ديه يبقى كده عشرة جزاء مش هتحس بيهم بالمرة انت لو قارتهم مع بعض ممكن تحس إنما بالمنظر ده مش هتحس بمرة خالص بفضل الله سبحانه وتعالى تختم كل ثلاثة أيام الإمام الشفعي وده أثر صحيح كالشمس الإمام الشفعي رحمه الله رحمة الله سع كان بيختم القرآن في شهر رمضان ستين مرة بتتكلم جد أو الله ستين مرة قول لي بس معلش أصل يعني ده النبع السلام قال لا يفقه القرآن من قرآه في أقل من ثلاث أقول لك صح كلام مزبوط لكن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله رحمه الله رحمه الله سع تعاليقا عن هذا الحديث قال ولكن لله مواسم للطعام مواسم مواسم في كتفها أكتر إزاي فشهر رمضان كما قال الإمام الذهبي رحمه الله رحمه الله رحمه الله سع إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام كان السلف كلهم بلا استثناء تريبا كانوا يتفرغوا من كل مسائل العلم بقى والفقه والحديث وكام ده كله ويتفرغوا في شهر رمضان يتختم في اليوم مرتين ممكن والله انا عن نفسي جار رفتها مرة قعد واحدة كدة بى الضبط 7 ساعات ونص بالمل بال��운 قطاع لا فقط se كان للصالة وكده 7 ساعات ونص يتختم القرآن وبفضي الله سبحانه وتعالى قال 10 ساعات 10 ساعات ممكن يتختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى اجتهد الهم واعنا müs derechossurוך اللي ف envolاء طالما بنتكلم احنا اخر حاجة اقول اسف حلقة اللي فاتت أن انت عايز تعمل زي المنطاض البالونة كبيرة اللي عايزة تنطلق خف القلب خف السندوق خف القلب من الحجارة هتلاقي البلونة بتطير وبتنطلق في سماء اللي ايه الطاعة بفضل الله صحيح ودينا المثال التاني المكوك الفضاء او سفينة الفضاء عايزة تنطلق فمحتاج قوة دفع عالية جدا اللي هي النار اللي انت بتشوفها دي والغاز اللي طالع منها ده كله فبتنطلق عشان تعدي بس ايه مجال الجاذبية الارضية تعدي خلاص تنطلق بقى وتسبح في سماء الطاعة مفيش اي مشكلة خالص مشكلة المعاصي ان لها جاذبية لها جاذبية جمدة جدا مش الناب اللي قال كده كان عنده مسلم صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بيعني بالتكاليف بقى والعبادات وغير ذلك سبحان الملك وفي رواية حفت النار بالشهوات حفت النار ايه بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره المكاره الشيء اللي بتكرهه النفس والنفس تكره اي تكليف اي حاجة صعوبة بالنسبة لها بتكره صلاة الفجر في عز الفجر في عز البرد هقوم ولسه هتوضى وقوم من تحت البطانية والمكيف ولسه هتوضى بماية سقعة وامشي في الشارع والدنيا سقعة وفي عز الليل عشان اصلي وانه ليسير على من يصره الله عز وجل عليه اصدق الله يصدق بفضل الله سبحانه وتعالى يسير لكن تحس بلزة ونشوة جميلة بان انت راح مصر للفجر ناس كتيرة نيمة وانت صاح مش عشان انت احسن راح فيهم لا تسيق الظن لازم انت تسيق الظن بنفسك قول لا ده اكيد انا يعني زنوب كتيرة فربنا سبحانه وتعالى رحمة بيه ورفقا بيه اولني علشان زنوب تخف واما ممكن يكون احسن مني دايما انسان يسيق الظن بنفسك ويحسن الظن بالغير قلت تبالك يا انت لو احسنت الظن بنفسك قد ضيع ان انت تقول ده الحمد لله انا مصن الفجر لسه هو من زي في الدنيا دي ده انا اللي فيهم والباقي بيش عرف ايه لا اوعى تحسن الظن بنفسك وتسيق الظن بغير شوف عمر بن الخطاب امير المؤمنين فاروق الامة الاكبر يقول عن نفسه لو ان منادي ننادي يوم القيامة ان كل الناس في الجنة الا رجلا واحدا لقلت انه عمر ابو بكر صديق ثانية اثنين افضل انسان على وجه الارض بعد الانباء والمرسلين يقول لو ان احدى قدمية في الجنة والاخرى بخارجها ما امنتم اكر الله هي دي المسألة ان انت دائما ان ايه على طول عشان تكتهد وعشان تعلى اكتر واكتر واكتر واتقرب من ربنا اكتر واكتر ان انت دائما تحس ان انت مقصر واخد بالك وان ان انت دائما يعني ما عملتش اللي ربنا او جابه عليك سبحان الله عشان كده بنقول النهاردة عايزين نركب سفينة الفضاء وانطير النهاردة الى كوكب اسمه علو الهمة كوكب ليه شعار مكتوب في اول وكده السابقون عايزين نكون في ركاب السابقين تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاحه لما تتشبه بأولئي الناس ده فلاح عظيم جدا وديك هدية بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رؤى البخاري المسلم عن انس بن مالك ان رجلا اعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله مات الساعة الايام امتى النبع السلام صرفه من المهم الى الاهم مش مهم الساعة انت المهم انت مجاهز نفسك ولا لا قال وماذا اعددت لها قال ما اعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير اني احب الله ورسوله فقال له صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت يا الله اجمل كلمة سمعة سيدنا انس المارك قال انس فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث ليه سيدنا انس قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكرا وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعماره واحنا ورب الكعبة بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب كل الصحابة وكل التابعين بل وكل صارحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعماره حب الناس حب المؤمنين حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة حتى لو ما كنتش عملت أعمال زي النبي على السلام وأصحابي ممكن تكون معهم بحبك إياهم المرء مع من أحب يا الله هم عالية قوي هم عالية جدا جدا أنت تخلي القلب ده مليان حب للنبي صلى الله عليه وسلم مليان حب للصحابة مليان حب للتابعين مليان حب لكل المؤمنين فتحشر معهم يوم القيامة وإن لم تعمل بمثل أعمالهم ربنا يا جماعة حضنا وحثنا على علوه الهمة الهمة اللي احنا عمين كان معنا دي عايزين الهمة تعلو والهمة تبقى في قلبك عالية جدا اوعى تحتقل نفسك زي ما ارتلك اوعى تحتقل نفسك خلي نفسك كده عالية ان شاء الله اكون معنا مع السامة الصحابة ان شاء الله اكون في الفردوس العالي حصت ظن بالله اولا مش حصت ظن بنفسك لأ انا ظن بالله انه ربنا مش هيخزرني وربنا سبحانه تعالى قال كما في الحديث الكدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي رواية ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يمتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بالله طول ما انت عايش عايش بين الخوف والرجاء لكن بتغلب جانب الخوف طالما لسه الشهوات شغالة اول ما تيجي عند الموت لابد ان تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ليه؟ عشان تلقى الله عز جل وانت حسن الظن بالله سبحانه تعالى ربنا امرنا بعلو الهمة امرنا بعلو الهمة قال جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها السماوات والارض اعدت المتقين وسارعوا بالنسبة لامر الدنيا قال فامشوا فيه مراكبة امشي يعني فهم زي ولذلك فيه بقولة يعني ايه يعني المقولة دي طبعا بعض النصف كلا حديث وزيك احدى المزيعات يعني مستضيفة واحد من عائلة القوم فبتسأله وتقول له حضرتك يعني حضرتك ايه الحكمة اللي انت يعني ماشي عليها اللي هي قول المولى عز جل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا فالتلو صدق الله العظيم طبعا يعني لا كرآن ولا سنة ده قول السيدنا علي بن بيطالب قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ايه معنى الكلام ده؟ مش اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني جمع يعني جمع عشان المال ده يكفيك ويكفي ولادك وولد ولادك وطبعا اعز الولد والد والد الموضوع مش كده ده كأنه بيقولك بالراحة على مهلك سوئت السنة دي في كلهن مدقش نفسك ابزل جهدك مرة تانية ووقف مرة تانية وخلى عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى وخد بالأسباب وذاكر واسيبك من الأصدقاء السوق وان شاء الله اللي ما تدارش تعملوا السنة دي تعملوا السنة الجاية ما كسبتش في المشروع ده ولا يهمك ما كسبتش النهاردة بكرة تكسب ما فيش بيع والدنيا وقفة ما فيش مشكلة ان شاء الله ربنا يكرمك واحدة واحدة والدنيا هتمشي يبقى ايه كأنك تعيش أبدا تخيل اللي انت مش هتاخده النهاردة هتاخده بكرة ما تزعلش فهمزيه؟ لكن بالنسبة للأخرة لا 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 الحق نفسك احتمال تموت دلوقتي بعد ساعة بعد ساعتين هتموت بالليل فهمزي؟ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا طب لو تخيلت لو تخيلت ان انت هتموت بكرة هتعمل ايه؟ والله العظيم بجد تخيل تتخيل النهاردة ايه؟ مثلا النهاردة مثلا على سنة ومسال لو كان النهاردة مثلا يوم السبت مثلا وهموت في من حد النهار ابيض هموت في من حد طب واحد زميلة جيئة لك ايه؟ يا فلان خد يا عمد شالية على البحر مباشرة هدية اعمل بيه يا عمد ده نهموت بكرة طب خد العمرة دي على النيل ولا حتى لو كانت على الفيل انا مش دعب الكلام ده كله انا ما هعمل ايه؟ ده نهموت بكرة يا عمد طب مليار جنيه دية ولا حتى ان شاء الله حتى الكون ده كله ومن عايز ايه ازجد لله وصلي وعطولي لقر القرآن واستغفر ده نهموت بكرة اه ايه الحق نفسك وعمل لاخرتك كأنك ايه؟ كأنك تموت غير وسارعه الى مغفرة من ربكم وجنة طب هل يه ربنا ذكر الجنة هنا على صيغة الناكرة؟ جنة ما قالش والجنة ليه؟ من اجل التفخيم من شأن الجنة الجنة دي تتعرفش فيها ايه؟ ده ربنا قال في الحديث القدس اللي ذراء البخاري يا مسلم أعددت العباد يا الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما فيش حاجة تخطر على قلبك أبدا مما في الجنة شيء فوق الخيال فوق الوصف حاجة قلبك ولا عقلك يصلى أبدا سبحان الملك يبقى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستابقوا الخيرات سابقوا بعض سابقوا بعض انت في زباء بس في زباء جميل ويعني محبب الى النفس أخوك ختم القرآن في قد كده اختي منتا في أقل من كده أخوك ما شاء الله حفظ البخاري يحفظ البخاري ومسلم طب هو حفظ البخاري ومسلم يحفظ الكتب التسعة طب هو ذاكي الأصول الفقه ذاكي الأصول الفقه هو علم المصطلح طب هو دعا الى الله عز وجل لمدة خمس سنة يدعو الى الله عمرك كله آه فاستابقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا الى الله الفرار كم نوعا جماعة نوعين فرار الصعداء وفرار الاشقياء أناس يفرون الى الله وأناس يفرون من الله خاتفلك فالذي يفروا الى الله هو إنسان سعيد والذي يفروا من الله إنسان شقي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا الله أنت هتفر من إنسان لإنسان تاني إنما إذا فرت من ربنا هتروح فينا الإنسان يفر من الناس إلى الله لكن هتفر من ربنا هتروح فينا فاخدت بالك فالله عز وجل هو الذي يفر منه إليه لا يفر منه إلا إليه سبحانه وتعالى لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا الله سبحانه الملك رزالك قال القائل اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التوكل إلا عليك ومن الثقة إلا بك ومن الصبر إلا على بابك ومن الذل إلا في طاعتك ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم يا الله قال صلى الله عليه وسلم حديث رواد طبراني في الكبير بسنة دين صحيح إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفسافها إن أنت لما تطلب حاجة علي يعني أهل الدنيا بيدوا أمثلة كده أمثلة كلها غلط بس يعني أو أغلبها غلط يعني يقول لك لو سرق تسرق جمل ولو عشق تعشق أمر فبزاي يعني يقول لك طالما بتسرق ما تروحش تسرق بيضة فبزاي اسرق جمل كده كده هتحسبت عليك سرقة فبزاي ويقول لك كأكل ومد إيديك أكله وتحسبت عليك الأمثلة بتاعت البسطة المهم يعني إيه فسبح لها الملك شوف إيه أمثلة غلط يعني بس إيه شوف المعاني عاملة إزاي هو عنده همة بس في الحرام طبع خلي عندك أنت همة في الحلال هو بيقول لك لو سرقت يسرق جمل ولو عشق تعشق أمر أنت تقول بقى في نفسك كده إننا لو طلبت من ربنا أطلب أغلى حاجة هو ده اللي نبقى له لك فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى يبقى النبع السلام يقول إيه إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها وفي رواية إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسفها ويكون صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير المؤمن القوي في إيه بقى معه اللي عنده عضلات وترابيس وكلام ده كله وعنده كوش مش هي ده بس ممكن ديه كل من الله قوي في إيمانه قوي بعقدته قوي بحبه لله قوي ماديا قوي جسديا قوي وظيفيا عنده منصب عالي ما شاء الله ليه؟ لأن نعمل مالي الصالح من رجل الصالح منصبك هتستخدمه في طاعة ربنا وفي خدمة المسلمين وأحب الناس إلى الله أخب بالك يعني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أن أحب إنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو أنفعهم لعباده منصب آه عندك منصب ما شاء الله مدير في شركة كذا أي مسلم بيجيني بخدمه ما بفتحش الدرج بقى ما بقولوش الشاي ما بقولوش النسكة فيه خب بالك لأ أنا بخدمه لله سبحانه وتعالى أنا بخدمه لله سبحانه وتعالى يبقى نعمل مالي الصالح رجل الصالح ونعمل منصب أيضا للرجل الصالح المنصب العالي ونعمل زوجة للرجل الصالح نعمل أي شيء يكون في حوزة الرجل الصالح يستعين بهذا الشيء في طاعة الله وفي خدمة دين الله سبحانه وتعالى المؤمن القوي ولذلك سبحان الله أنت لما تنظر حتى للحروب الإسلامية التي كانت بين المسلمين وبين المشكين كانت حرب عقيدة ما كانتش حرب قوة بس كانت حرب عقيدة بجد هذا ديك مثال بسيط بس في سرية مؤتة سرية مؤتة همما بيسموها غزوة والغزوة ما يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية التي يكون فيها إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن أهمية هذه السرية كانوا بيسموها غزوة لأن دي السرية الوحيدة التي أمر النبي عليها ثلاثة من الرجال أي سرية معروف النبي عسلم بيأمر مثلا حمز بن عبد المطالب على السرية دي انا عبدالله بن جحش على السرية دي انما في السرية دي بالذات امر النبي ثلاثة وهما صح الحديث عند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال على القوم زيد بن حارفة فان وصيب يعني ان قتل فجعفر ابن نبي طالب فان وصيب فعبدالله بن نبي رواحة فان وصيب فتخيره ما شئته ان هو على السلام قاعد مع الصحابة والصحابة لما وصلوا عند مقتة فجعه بيسألوا عن يعني استطلعوا كده يشوفوا عدد الكفار قد ايه فوجدوا الكفار كان مئتين الف طب وعدد المسبوع كان ايه تلات تلاف يعني لا نسبة ولا تناسب دول مئتين الف وعدد الموحدين تلات تلاف فقالوا بس لا احنا دوقتي بين ثلاث خيارات اما ان احنا نرجع وحنا معذورين واما ان احنا نطلب من النابع السلام لبعادته مرسال يبعث لنا مدد من الرجال واما ان احنا ندخل وامرنا الى الله سبحانه وتعالى فقام عبدالله ابن روح وقال الكلمة شو بقى حرب عقيدة بجد فقال يا قوم ان الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون وانها والله لا احدى الحسنين حب بارك واننا والله لا نقاطرهم بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع وانما نقاطرهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله عز وجل به وانها لا احدى الحسنين اما النصر وانما الشهادة فسيروا على بركة الله فدخلوا وكانت النصر لجند الله سبحانه وتعالى فحرب عقيدة يبقى المؤمن القوي خير واحبه الى الله من المؤمن الضعيفة في كل الخير يا الله شوف انها بعسم كمان بيحضك على الهمة العالية يقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسندا صاحب لك الحق اغتنم فوز اوعى تفوتك الفرصة شوف النهاردة لما بيكون مثلا فيه اوكازيون على الملابس تلاقي الاعلانات في الجارة يدوى التلفزيون يقولك الحق نفسك قبل ما مش عارف التصفيات تخلص الحق ده فيه اوكازيون وتلاقي راجل معهش فلوس وراح يستلف او يعمل جمعية يزبطها على حاجتين جمعية يزبطها على شهر مش عارف ايه عشان الاوكازيون وشهر مش عارف ايه عشان المصف واخد بالك اه ليه فرصة عمرك حاجة اللي كنت تاخدها بمية جنيه تاخدها في الاوكازيون بخمسين جنيه الحق نفسك خلص طب ده نبع السلام بيقولك لا الحق نفسك في حاجتان اهم بقى من ده كله الحديث رؤى الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمسا الحق تاخد خمس حاجات قبل ما يحصل قدامهم خمس حاجات تندم بسببهم اغتنم خمسا قبل خمسا ايه هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابك قبل حرمك قبل ما تعجز يا جميل الحق نفسك إسم الشباب دلوقتي تقدر تصوم تقدر تصلي تقدر تصلي قيم الليل تقدر تتصدق تخدم المسلمين تقدر تطلب العلم تدعو быل الله الحق نفسك شبابك قبل حرمك صحتك قبل صقمك قبل ما تعيه تقول حتي سليم الحق نفسك يعمل الشباب كتير جدا بنقول لهم صلو فقال لك يعمل لسه شباب واسبنا اتمطع بحياتي فمرة واحدة يعمل حدثة شلل رباعي نمع السرير تسألوا امنيتك ايه اقوم ليه عشان يسجد لله طيب ما انت كنت قاين ما انت كنت بصحتك كنت بعفيتك قبل ما تندم يوم الحصرة فهمزاي قبل ما تندم يوم يدعون الى السجد وهم سالمون ما حدش بيه دريزكت خلاص فهمزاي ليه سبحان الملك ان الانسان يوم الايامة من ضمن المشاهد التي اخبرنا المولى عز جل بها يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطعون خاشعة ابصارهم طرهقهم ذلة ايه السبب وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون في الدنيا هو وصحته حلوة وشباب ومشاء الله يا عم تعالى صلي يقول لك انا عايش حياتي ويعني لازم اتمتع ويش يوميني وفهمزاي ولما اكبر ان شاء الله لما اطلع المعاش ان شاء الله هعب بقى ليل ونرى وعيدك ليل ونرى في المسجد ارى الكرآن وبكاء وزي ما انت عايز سبحان الله ويجي هو يموت واغرب اللي بيموتوا دلوقتي يا شباب هم الشباب يعني انا في بعض القنوات بدعوا في بداية الدرس لبعض الناس اغلب الاسماء اللي بيجيني كلها شباب في الاشينات سبحانه الملك فاكتر اللي بيموتوا شباب هم الشباب وزيك لايه ما فيش حد بيكبر اللي قليل جدا لان اللي كبروا ماتوا واللي موجودين دلوقتي بيموتوا قبل ما يكبروا وانا بيس على سنة مقالة اعماروا امتي ما بين الستين الى السبعين تلتهم نوم ثمان ساعات في اليوم بتنام عشرين سنة وبتشتغل عشرين سنة وبتاكل وتشرب وتروح شمع زوجتك وتقعد مع ولادك عشر سنين وبتروح ظروف ما يش عارف ايه هنا وين يبقى من كل ستين سنة دي خمس سنين لو اخلصت النية وجددت النية فمزاي يتحول الخمس سنة دورة لعبادة ستين سنة بفضل الله ايه دي مسألة دراسة الجدوى دراسة الجدوى بتاعت المشروع ما هيش اهم من دراسة الجدوى عمرك كله عمرك كله ممكن يعده انت ما عملتش حاجة خالص من مر لا لنفسك ولا لبلدك ولا لدينك لا لازم يكون لك كهان يكون لك وجود ما ينفعش تبع عليها مش الحياة عايزينك يوم ما تموت الدنيا كلها تحزن عليك تقول يا ربنا يرحمه رحمة الوسع شوف انت النهاردة حزن الدنيا كلها على موت الشيخ ابن باز شوف الناس دي اثاروا قدية على الدنيا كلها شوف انت انت لو تجي النهاردة تقرأ في كتب هؤلاء وتستفيد من علمهم ومنشاريتهم ودرسهم شوف هدق مع كل حرف في ميزان حسنتهم وانت ابتدعلهم يا رب يرحمه رحمة الوسع ربنا يرحمه ربنا يرضى عنه وبتدعلهم شوف هدق هو ده بقى الثناء الحسن والذكر الجميل الذي يترك لك بعد موتك هم دول ولادك لانت بتسيبهم كتبك ودروسك وشريتك والحياة اللي انت بتوصلها والقلم اللي انت بتوصله للناس بفضل الله سبحانه وتعالى أنا بيسع السلام يقول يا اقتنم خمسا قبل خمسا شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك معاك فلوس إلحق وتصدق ممكن تفتقر والفلوس تروح منك وتندم الشيخ علي التنطوي رحمه الله رحمه الله ساعة كان بيحكي انه ايام ما دخل استعمار بلاد الشام بيقول روحنا عشان نجمع فلوس عشان الناس مرمية في الخيام مش ليين يكلوا فروحنا من ضمن من روحنا له تاجر كبير جدا ومليار دير نالوا اي فلوس عشان تساعد اخوانك يمشيين يكلوا قالوا انا مالي بيهم مع النوم مكله وكده يعني ورافض تماما فمزاي طب الاستعمار ده خبق انا مالي وما الاستعمار انا تجارتي وحاكتي زي ما هي الحمد لله سابوا الشيخ على تنطو ومشي بيقول بعدها بحوالي شهر فجئتي وانا بوزع الاكل على الناس في الخيام لقيت واحد بيجري مني فروحت ورا بتجري مني ليه قال بصيت في وشه فلقيته هو هو نفس التاجر اللي كان راح له عشان بيقوله فلوس عشان اخوانك لقيته منتظر مني رغيف عشان ياخده مني وبيبكي بيقوله وريتك خدت مني فلوسي كلها عشان تبقى لله الاستعمار دخل علي وخدت كل فلوسي ومكانتش لله تتبالك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك اخر حديث نختم به قولي النبي صلى الله عليه وسلم عنده التنميذية بسنة دنساء شوف اللي هو عشان بيقولك الحى خلي عندك هم عالية اوعى تخلي نظريتك قاصرة مشكلة الناس اللي هم شايفين الدنيا ايه زي القلم ده كده تحطه قدام عينيك ما تشوفش حاجة غيره انما تحطه بعيد كده شايف الدنيا وشايف وراها في موت في قبر في حشر في ميزان في صلاة في وقوب بين دي الله في في الاخر جنة او نار فلازم تشوف الصورة كلها على بعضها تشوفها كاملة قال صلى الله عليه وسلم كما عنده التنميذية بسنة دنساء من كانت الاخرة همه شوف اللفظ طالع شوف حتى الحروف طالع عمزاي من كانت الاخرة ايه همه شوف ايه اللي يحصل خد ثلاث ثمرات جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة واتته الدنيا وهي راغما طيب ومن كانت الدنيا همه جعل الله الفقره في قلبه لا ده اقفلوا البيت من بابه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له منها يا الله الناس اللي تعبت نفسها انا اعرف بعض الشباب اعرف بعض الشباب اللي قض وقتهم كله في جمع الماله بس وبعد عن الطعب بعد عن الصلاة بعد عن طلب العلم بعد عن حتى ان يوعد مع حد يذكره بربنا سبحانه وتعالى وجمع فلوس جمدة جدا لمدة عشر سنين وعرفهم شخصيا وبعد عشر سنين في صفقة واحدة خسر كل اللي حلته بقى على البلاطة على رأي المثل حتى البلاطة بقى فما بقىش حلته حاجة فسبحان الله انما انت النهار ده لما تشغل نفسك ومش معنا كده يا جماعة انه بقول ما حد يشتغل حسن حد يفهمني غلط اشتغل وكسب وربح وعمل كل حاجة بس اوعد تنسى ربنا اوعد تنسى الصلاة اوعد تنسى الكرآن اوعد تنسى ذكر المولى عز جل اوعد تنسى ترب بولادك يا ايها الذين امانوا كوا انفسكم واهليكم نارا وقودوا هالناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد زي واحد طيب يقولك يعني انت عايز تقولي عايز تكمل ان احنا وحنا عمين من يتعزل ومن يبهدل في النار ان احنا مش نصعب عن الملكة طبعا احنا نصعب عليهم وقولوا خلاص كده وما تعملش كيها تاني وخلاص يعني لا ده ربنا وصفهم قال غلاظ شداد محاج بيصعب عليهم لا يعصون الله ما امرون ما يفعلون ما يأمرون ويكونوا صعصان كما في الصحيحين كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن راعيتي كبنة سفنت الفضاء رسينا على كوكب علو الهمة خليك على الكوكب اوعى تقفل اوعى تتحول عن هذا المكان جاي لك الحلقة جاي ان شاء الله بكرة وانت على نفس كوكب علو الهمة عشان نكمل الموضوع اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانه قلهم وحمدك اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله